يتقدم الوزراء المجتمعون باستقالتهم من هذه الحكومة بعد كل إعلان استقالة وزارية فردية كانت أم جماعية ينقسم الاجتهاد الدستوري قسمين رأي يرى في فعل إعلان الاستقالة وحدها أمرا كافيا لبتها ورأي آخر يرى أن الاستقالة لا تصبح ناجزة إلا بموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة لقد تقدمت باستقالة من هذه الحكومة غير آسف الانقسام ما بين الاجتهادين كان الأكثر احتداما بعد إعلان وزير العدل السابق أشرف ريفي استقالته ولأسبوعين تولت وزيرة العدل بالوكالة أليس شبطيني مهمات الوزارة ليعود ريفي ويكمل مهماته المعتادة على الرغم من استقالته حين ذاك تقدم أحد كتاب العدل الأصيلين في بيروت بطعن لدى مجلس شورى الدولة في إحدى قرارات ريفي بذريعة أن القرار صدر عن وزير مستقيل وفي الثاني عشر من الشهر الماضي صدر قرار مجلس شورى الدولة برفض الطعن في قرار ريفي وعلّل قراره بالاستناد إلى المادة الثالثة والخمسين من الدستور التي تنص على أن يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة مرسوم تأليف الحكومة ومراسم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم ويضيف القرار أن الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يفيد بأن مجرد تقديم الوزير استقالته لا تنتج مفاعلها والقول بعكس ذلك يفرغ الاتفاق بين الرئيسين من مضمونه وهو أمر لا يستقيم لا منطقا ولا دستورا اجتهاد مجلس شهور الدولة يتناقض والدراسة التي أعدها وزير العدل الحالي سليم الجريصاتي الذي رفض تسلم الوزارة من سلفه بعد أن اعتبره وزيرا مستقيلا من استئالي من المعركة هالحكومة صارت عبء على البلد ما أدري بقتهم بعمله نعلن اليوم بكل وضوح أننا ماضونا في مواجهة نهج تدمير الدولة قرار مجلس شهور الدولة أتى في صيغة حكم إداري ولم يأتي في صيغة مطالعة قانونية ولا دستورية لكن في اجتهاد المجلس خلاصة تحيلنا إلى الاستقالات السابقة والظروف التي نتجت عنها استقالات قد تكون بسيطة في حد ذاتها إلا أنها ولدت سلسلة من النتائج والتطورات يفوق حجمها فعل الاستقالة نفسها أدم شمس الدين قناة الجديد